يعني اهم حاجة انه حس بقيمة المعلم لما تعامل معه برفق شوف جماهير الصحابة كل الصحابة تعاملوا معه ازاي عشان يعلمنا ازاي نتعامل معه مثل هذه الاحوال وازايك من اهم الحاجات اللي ضروري نعلمها لأولادنا هو معنى الحب نفسه يعني يبتدي تعلمهم معنى الحب نفسه عشان ما يبقاش الحب محصول بس في الحب الرومانسي او الحب ما بين الجنسين ده يخليهم في بعض الاحيين مش محتاجين يتعرفوا عن الحب بطريقة اكستريم طريقة فيها حالة من حالات التطرف فمفهوم الحب من المعاني المركزية اللي بتدور عليها حياتنا وحياة اولادنا حتى ان احنا بنعلمهم ازاي يحبوا الحياة فالحياة اصلا الركن بتاع الحب لان ربنا خلقنا لانه بيحبنا ليه طيب؟ لان ما فيش سبب ربنا سبحانه لا يخلقنا علشانه او هو ما فيش سبب بيحفز ربنا ما فيش علة لكن احنا نفهم خلقتنا ان الله خلقنا وخلقتنا دي تمبناها الحب يبقى اذا فالعلاقة التي بيننا وبين الله هي الحب حتى قلوا ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبوبكم والله فنبدأ من بدري نفهم اولادنا مفهوم الحب فيتكون عند اولادنا مفهوم راقي ويتصاق جواهم من هما وزيارين جدا جدا يعني يبتدي بالمفهوم من بدري فلما يبتدي بالمفهوم من بدري يسكنهم وما يحصل لهمش حالة من حالات الجوع العاطفي فيبقى جواهم مليان بالحب فما حدش يلعب بيهم او هما ما يبقاش محتاجين يكتشفوا الحب لانهم عارفينه فلما ييجي ما يبقاش الحب مفهوم مشوه فبيتكون لهم ان هما يشوفوا يشوفوا حب الاب والام فيتعاملوا مع بعض مع الاب والام بحب فيكون ده تطبيق عملي لحب الاب والام لأولادهم عشان يعرفوا مفهوم الحب الواسع ويتعاملوا كمان مع أولادهم بحب ويكرروا ان هما بيحبوهم ويسمعوا الاب والام بيقولوا لخلتهم بيقولوا لأصدقائهم بيقولوا لكذا ان هما بيحبوهم فيفهموا إن مفهوم الحب ده واسع فما يتأخرش تعرفهم على مفهوم الحب فإيه اللي يحصل فلما ييجي بقى المراقة ما يبقاش عندهم تشوف شديد جدا 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 للتعرف على مفهوم الحب عن طريق الجنس الآخر لذلك مفهوم الحب من المعاني المهمة جدا جدا إن احنا نكون مركزين إيه ده؟ يعني أنت جعلت إن مفهوم الحب ده هو العلاج أيوة ومش بطريق ده فداوني بالله تهيئة ده أنا في كتير من أحيين بعيد إن أولادنا بيبقوا متشوفين للحب الرومانسي إن هم ماخدوش مفهوم الحب من أول يوم في حياتهم بطريقة صحيحة إزاي بقى نشكل مفهوم الحب جوا أولادنا لأنه بيحدد نظرتهم للحياة على فكرة واختياراتهم في الحياة وبيشكل علاقتهم وعلاقتهم حتى بربنا لازم نقرر ده إن احنا نعمل ده فمثلا لما نتعامل مع أولادنا بالتفاهم ونغزيهم بالاهتمام ينعكس ده على نظرتهم لنفسهم ونظرتهم للآخرين في بواقسقين وعندهم إحساسهم عندهم إحساس بالنقص ولا بالحلمان ولا بالجوع فمحدش يبتزهم عاطفين أو يتلاعب بمشاعرهم ومش أي حد يقرب منهم يحسوا حواليه بمشاعر لأنهم عندهم حضن وعاطفة وعندهم إحساس وإن وجدت حق غريبة جدا جدا إن أكتر الناس المحرومين من الحرومين بينحرفوا في مسألة وبيكون إرادتهم لتعرفوا على الحب بدري قوي وكأنهم بيدوروا على حاجة أنا بسميها دايما بالاحتواء البديل فيتعرضوا للابتزاز لقدر الله لما الأب والأم العلاقة بينهم بتكون ودوا محبة واحترام بيترسق جول الأولاد نموذج راقي لمفهوم الحب لكن لو كانت العلاقة للأسف علاقة مش جيدة وممورسوش فيها غير العنف بيتشوه مفهوم الحب عند أولادنا ويبتدوا يتعرفوا مفهوم الحب بطريقة غير سليم نعمل إيه بقى عشان إحنا نقدر نوصل بعد الكلام اللي إحنا قلناه ده تشوف حضرت النبي كان بيعلم أولاده وهم صغيرين الحب بسلاسة جدا جدا حضرت النبي يضع سيدنا الحسن والحسين على فخذي ويقبلهم فيإيه اللي حاصل فيبقوا فاهمين مفهوم الحب ففاهمهم مفهوم الحب منهم ومزايرين فقال ولما جي الرجل قال له أنه أنت بتقبل أولادك كالرزول الله بيغزيهم بالحب فلذلك إيه اللي حاصل قال له ماذا أفعل إذا كان الله قد نازع الرحمة من قلبك وكأنه بيقوله أنت هتسبب لهم مشقة في حياته كونك ما بتقبلش أولادك وما بتحتضنهمش ومتعلمهمش الحب هتبقى فيه مشكل كبير أهم ثلاث حاجات ممكن نعملها عشان نقدر نحصن أولادنا حاول تعيش مع أولادك دور الصديق اللي مصاحب أولاده ما تلقنهمش المواعظ وما تكترش عليهم أن انت تسمعهم الكلام اللي بيوجعهم واللي بيضايقهم لكن أقرب منهم دايما حاجة تاني حاجة اقرأوا سوا عن إزاي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيش الحب مع أولاده وحكوا لهم وحكوا لأولادهم عن حب رسول الله صلى الله وإزاي الحب ده كان عنصر أساسي في كل العلاقات الحاجة التالتة والمهمة اتكلموا مع أولادكم بهدوء وعرفوا إيدا وفعهم وكلموهم على أنهم ما اتأثرش حبكم ليهم بأنهم وقعوا في المسألة دي وكلموهم كلام مفتوح اطراحوا عليهم الأسئلة وخليهم يكلموكم وإذا أنتوا مقدرتوش توصلوا لحل معاهم أنتوا محتاجين تسألوا خبير ولو سألتوا الخبير هيقول لكم كلام مهم جدا زي أن أنتوا اسمعوهم وتابعوهم ومحدش فيكم أبدا يعقبهم لأن العقابة هيخليه يميل للطرف الآخر أكتر أنا شايف أن كل من قرب منهم كل ما في بعض الأحيين هيعرفوا أن احتراموا من قيم الأسرة واحتراموا من قيم بيتهم هتكون حسن لهم استمروا في هذا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم في سلام وأمان على الدوام ترجم الى صفق المصدر ولا يميل